كل حاجة في الدنيا بتحتاج حافز او دافع يحركها العربية دايما محتاجة بنزين عشان يحركها حتى الاجهزة الكهربائية اللي في حياتنا برضو محتاجة الكهرباء عشان تشتغل كل حاجة في الدنيا في حياتنا محتاجة يا بنزين يحركها او يعني حاجات حركها او حاجات شغالها احنا كمان البشر برضو محتاجين ده فعشان نعرف ده يالا بنا نبتدي الفيديو قمنا بالاشرف ودي قناتنا درس على الماشي كلنا كبشر دايما ماحتاجين الحافز او الدافع اللي بيحرقنا الى الأدام ده اوقات بيكون الحافز او الدافع اللي بحركنا ده هو الشغف بتاعنا بمعنى ان انا فعلا نفسي تكون في ليفل معين شايف الناس بي تعمل حاجة معينة فهينفيه نفسي كون في الليفل ده جدا باختلاف بقى الكاركتر بتاعي او شخصيتي او طاود تجاربه في الح reais ده او اي حاجة ف انا نفسي كون في الليفل ده بطريقتي بقى واتحكم فيها المزاجي وبقى انا فعلا الشغف بتاعي هو فعلا بيحرقني ودائما بيخليني عوزة تحرك في نوع تاني من الشغف او الدفع اللي بيحرقني هو ان انا مخافش من الفشل المعنى تعالوا نحكي كصة بسيطة كده الصيادين اليابانيين اكتشفوا ان السمك اللي بيبقى في البحر بيبقى في حالة حركة مستمرة فالدورة الدموية على طول عنده بتبقى نشيطة فعشان كده ده سر ان السمك عندهم بيبقى طعمه حلو اما سمك اللي في الخزان فيبيقى في حالة خمول فعشان كده السمك يبقاش بنفس الحلاوة بتاعة السمك اللي في البحر فكرروا انهم يحلوا مشكلة السمك الذي في الخزان ده ويحطوه سمكة ارشي صغيرة تجري السمك الذي في الخزان عشان يبقى على طول في حالة التحركة مستمرة والدورة بتاعتيه تنشطة ويبقى طعمه حلو وماءة صحيح ممكن هم بينقلوا سمك في الخزان يقساروا شوية سمك بس في الاخر هيكتشبه ان اغلب السمك وصل وهو طعمه طوزا القصة دي فيها مرة جميل جدا وهو انك دايما بتحاول تطور على الموتيفيشن اللي يخليك تتحرك حتى لو كان خوفك من الفشل ده نفسه ممكن مثلا ان الخوف من المرض يخليك تاكل اكل صحي او تلعب رياضة ممكن الخوف من اللي احتياجي المادي يخليك تتطور من نفسك اكتر وتشتغل اكتر فتوصل لانت عايزه بس المهم انك ما تدخرش جواه الكومفورت زون دي وتريح لان دايما اللي بيرايح بيخصى حاجات كتير اوه في حياته طول ما هو داخل جواه كومفورت زون دي وما بيطلعش براها في رأيي يعني ان سمكة القرش دي وجودها في حياتك مفيد لان هو دايما يعني سمكة القرش او خوفك اللي بيدفعك دايما لقدام ان انت مش عايز تتاكل عايز على طول تتحرك مش عايز تبان في القاح هو ده اللي بيخليك ده ده من اهم الموتيفيشن اللي ممكن يخليك تتحرك من ده من دمن الاسباب اللي العالية جدا اللي ممكن تخليك تتحرك وتكمل في اللي انت فيه اهم الموتيفيشن ممكن يحركك فعلا لقدام هو خوفك من انك تكون انسان فاشل يؤربيتر زنزت خليك دايما متأكد ان انت تستحق اكتر من كده انت متستحقش ان انت تكون فاشل فعلا وعلى دكتور رحمة خير التوفيق الله يرحمه ما الذي يدفعك للمحاولة هو ايماني الشديد بقى النقع ليس ليه عشان كده دايما عايزك تكون متأكد تماما ان انت القاعدة مش بتاعك انت لازم يكون عندك سبب يخليك دايما عن طول تتحرك سواء ان انت يا اما تكون طبع الناس اللي في الليفل انت كنت عايز توصله ويبقى الشغل في بتاعك ده وانا فعلا نفسك تكون شخص جامد كده زيهم باختلاف طبعا للشخصيات بس انت عايز توصل الليفل ده او يا اما خوفك من الفشل هو فعلا لحركك ويخليك توصل اللي انت عايزه بس كده اه اتمنى يكون الفيديو عكبكو اه ولو حاسين اهم كليفيت غيركو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وطبعا تصابلنا ارائكو في الكومنتات اقفل ياب